نفت وزارة المالية صحة الانباء التي تحدثت عن عدم قدرة الحكومة على دفع مرتبات موظفية دولة وقال الناتق الرسمي لوزارة المالية جميل الدعيس ان تلك الاخبار ليس لها اساس من الصحة وان صرف مرتبات الموظفين مؤمنة واضح الدعيس ان الصعوبات التي تواجهها المالية نتجة الاحداث التي شهدتها الساحة الوطنية خلال السنوات الاخيرة تتركز بشكل كبير في دفع الالتزامات القائمة في الجانب الرسمالي والاستثماري وبعض الالتزامات الاخرى التي يتم معالجتها اولا باول في اطار اليا واجراء التنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزي للموأمة بين تدفق الموارد وحدود النفقات